مرحبا بكم في موضوع انا عارف ان هو ممكن يكون سبب تغيير في حياتكم انا من اكثر المواضيع اللي بحب اتكلم عنها هي مواضيع علم الطاقة يا جماعة علم الطاقة ده انا بعتبره سحر عنده استعداد يغير لك كل حاجة في حياتك يعني هيحول المستحيل الى حقيقة علشان كده حاولوا تركزوا معي في فيديوز تاعة علم الطاقة وقانون الجذب والتخاطر انها فعلا هتغير حياتكم النهاردة هنتكلم عن ايه هي العوائق اللي ممكن تخليك ما تقدرش توصل لأي حاجة انت بتتمنيها او اللي هي بتمنعك من تحقيق امنياتك واهدافك وطموحاتك يعني في عوائق انت ممكن تكون بتعملها بشكل غير مباشر العوائق دي في علم الطاقة بتكون سبب في ان انت ما بتوصلش لأحلامك واهدافك وكل حاجة بتتمنيها ركزوا معي كويس قوي بليس تتابعوني على كل مواقع تواصل اجتماعي عشان تشوفوا الفيديوز الجديدة انا رسم مراد معك وهنتكلم النهاردة عن علم انا بحبه جدا وشايف ان هو من العلوم اللي لازم نركز فيه القطرة الجاية وهو علم الطاقة طيب ايه هي الحاجات دا اللي مش هتخليني اي حاجة انا عايزها اول حاجة هو الاعتماد على التغيير الخارجي يعني ايه يعني انت بتبقى قاعد عندك حاجات يعني انت مستني التغيير يحصل حواليك مش يحصل من جواك باول غلطة بتحصل منك هو ان انت بتعلق اخطاقك على شماعات اخرى يعني مثلا ايه اسأل اي شاب بقوله انت ليه ما بتحققش طموحاتك ليه ما بتوصلش حاجات اللي انت عايز اقولك اصل البلد واقتصاد البلد وما فيش شغل وما فيش فرص عمل واصل المعيشة واصلا انا معيش فلوس وانا مولود من عائلة فقيرة وعائلة ما معيش فلوس ومعنديش بيت ومعنديش عربية ومعنديش رخصة وبلا بلا بلا حاجات كثيرة اوي اوي او عوامل خارجية هو بيعلق شمعته عليها طيب يا رشا يعني مش فاهمين يعني فيه اية قرآنية بتقول ان الله لا يغيره ما في قوم حتى يغيره ما في انفسهم يعني عمر ما ربنا هيغير حاجة فيك الا ما انت تغير في نفسك يبقى التغيير لازم يبقى ده يبادئ من جواك من الانر بيس بتاعك بعد كده يبدأ التغيير يحصل خارجيا يعني ما تستناش ان التغيير يحصل خارجيا وانت تتغير عمر ما هيخصل كده لا التغيير بيطلع من جوا لبرا يبقى انت اول حاجة ما تستناش ان الواقع اللي حواليك هو اللي يتغير انت اللي يتغير الواقع مش الواقع اللي يغيرك ما تكونش انت نتيجة للظروف طيب تلعب بيك وتعلق شمعتك عليها يبقى قاعدة رقم واحد لازم التغيير يبقى نابع من جواك انت مقتنع ان انت التغيير ده هيحصل من جواك وهتقدر توصل لكل حاجة انت عايزها عن طريق القوة الداخلية والطاور اللي جواك يعني ما ينفعش تقول انا مستني الوظيفة المثالية انا مستني فلوس انا مستني قانين الدولة تتغير انا مستني شركة شلمبرجي تتصل بيها تقولي معلش انت مهندس شاطر جدا واحنا قررنا عليناك في حقل مش عارفة بترول فين لا انت لازم انت تتغير من نفسك وانت التي انت ما تستنيش الفرصة تيجي تقولك نوك 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 ممكننا خبط عليك وندخل لا انت اللي تطرق الفرص انت اللي انتهز الفرص انت اللي تبحث عن الفرص مفيش حد مفيش حد الفرص بتجيله الحد عنده تقوله هاي در احنا موجودين على فكرة انت مش شايفنا يبقى دي اول غلطة للأسف بتحصل بشكل قوي يبقى انت مفيش تبقى مستني الفلوس مستني وظيفة المثالية مستني السفر مستني فتاة احلامك علشان تكون سعيد وفرحان وراضي عن نفسك يعني فيه ناس كتير قوي اجي اقوله انت محتاج تخص على فكرة انت ليه مش بتخص يقولك نمر طبط بقى ولاقي مثلا ايه بنت الحلال اللي تشجعني ان انا خصها هبقى خص طب يا حبيبتي انت محتاجة تهتمي بالستايل بتاعك بلبسك اصلا مش مرتبطة ههتمي بنفسك عشان خطر مين لا انت شهتتمي بنفسك عشان خطر حد هتتمي بنفسك عشان انت نفسك بتحب نفسك وانت نفسك شايفة ان انت تستحق ان يبقى جسمك حلو يبقى شكلك حلو يبقى لبسك حلو يبقى منمقة فبالتالي التغيير لازم يكون نابع من عندك انت فمنفعش ان احنا ننتظر او ان احنا نستنى ان العوامل الخارجية عندنا او الخارج هو اللي اتغير عشان انا اتغير بعد يㅎㅎ اللي بيحصل العكس يعني لما بيبتدي التغيير من الداخل بينعكس على الخارج مش من خارج بينعكس على الداخل لازم القاعدة دي نغيرها خالص 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 وينشلها من دماغنا يبقى ما تستناش ان الدنيا تتغير من حواليك وتشار من حاليك انت قاعد بقى منتظر الفرصة لانه مفيش فرصة هجيلك انت الذي يجب ان تصنع الفرص يا جماعة الدول متقدمة ليه هم بينجحوا وفي دول تانية بتفشل عشان الناس دي هي التي تقلق الفرص الناس دي بتشتغل بتحاول بتغير مفيش حد يجي ولي اصلا ما يفعش اتغير اي حد في الدنيا ممكن يتغير اي حد في الدنيا ممكن يغير عاداته يغير تقاليده يغير لغته ويغير التغيير ده حاجة اساسية في حياتنا يبقى ما تستناش التغيير يحصل من الخارج بعد كده ينطبق عليك في الداخل بالعكس التغيير لازم يبتدي من جوا نفسك او من جواك بعد كده يحصل في الخارج وينعكس على الخارج يبقى دي اول غلطة انت ممكن تكون بتعملها وانت مش واخي بالك والحكاية دي بتمنعك من ان انت يعني ان انت تحقق امنيتك طيب تانية نقطة ايه رشا تاني نقطة هي الالتزام الذاتي يعني انا خدت قرار ان انا عمل دايت هل انا ملتزمة بدايت لا بازهق بسرعة بقى خلاص يعني ايه مفيش استمرار على القرارات اللي انت اخدتها علشان تحقق الحاجة اللي انت عايز ازاي مثلا اقول لكم يعني مثلا انا عايز اقل دايت طيب خلاص عملت دايت وبقيت ماشي على نظامه بزهق وبروح الجم وبلعب وورك اوت بعمل كراسفت وبعمل بلا 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 وبنزل هتماشى اسبوع بعدين ما شفتش نتيجة النتائج بتتأخر على فكرة النتائج ما بيجيش بسرعة والنتائج ما بيجيش بين يوم او من اسبوع او من شهر بتاخد وقت كتير فلازم يبقى فيه او يبقى فيه استمرارية تستمر يعني احكي لكم واقف كتير في الدايت مثلا شفت ناس كتير يبدأوا دايت بعد كده يزهقوا ويحسوا ان الموضوع حلاص بعد وقت كده بسيط جدا لأنا تعبت ومش قادر يا جماعة النتائج الحقيقية اللي هي بتاخد وقت طويل على فكرة فلازم عندك صبر ومثابرة لازم تكون مثابر وبرسيستنت وادكتد للتارجت بتاعك انت شايفه وصبر ومش عندك التزام ذاتي مع نفسك ان انت هتفضل بتعمل الموضوع حتى لو انت مش شايف النتائج قدامك لحد ما تقدر لازم تفضل صامد صامد لحد النهاية لعندك صمود واستمرار الاستمرار دا حاجة مهمة جدا عشان تقدر توصل لأمنيتك انا بشوف ناس كثيرة جدا بيبعتولي وقولولي احنا امتي ايه صر نجاحك على اليوتيوب يعني ليه ليه احنا بنعمل تشانلز ومش بتنجاح ومش بجلنا سبسكرايبر ومحنش تفرج علينا افكرة مين قال لكم انا افضلت السنة كاملة يعني اكاد اتذكر اول ما سبت التلفزيون انا كنت بموزيع انا في تلفزيون سبت التلفزيون لمدة سنة كاملة انا كان عادي 500 سبسكرايبر عارفين يعني ايه امامة فيها 20 واحد تفرجوا علي كنت بعمل فرح انا فيها 15 واحد تفرجوا علي وفضلت السنة كاملة عادي جدا ومزهقتش عشان انا كنت مركزة وعارفة انا عايزة ايه وحطة هدفي قدامي ومستمر عليه ما كنتش بزها ما كنتش عارفة النتائج مش هتيجي بسرعة فكان عندي صبر وكان عندي التزام ذاتي مع نفسي ان انا لازم اصبر عشان اقدر احقق الحاجة اللي انا عايزة طيب ثالث حاجة بتمنعك ان انت تحقق من امنيتك هو الخوف الخوف ان انت تفشل الخوف ان انت تخرج من ال comfort zone بتاعتك الخوف ان انت يعني كل الموجود ان انت تروحه يروح على الفاضي الخوف ان انت تخرج عن دائرة المقلوف بتاعك الخوف ان انت توطل تخرج مع اصحابك انا مثلا انا حكي لكم التشانل بتاعتي على اليوتيوب كان فيه اوقات كتير جدا صحابي بيخرجوا بيروحوا اكتوبر ويحشيخ زايد ويغدوا برة وانا كان بيبقى عندي ماشي ان انا لازم اخلص ويديو عمله وخلصتهوش فبالتالي كنت بفضل اعدراص حابي بيخرجوا كنت مثلا لازم تخرج من comfort zone بتاعتك او من دائرة الرحة بتاعتك وتبدأ تعمل حاجات يعني انا مثلا كنت خافة على منظري الاجتماعي ازاي انا كنت مزيعة وعندي ناس كتير قوي بتشتغل تحت ايدي مخرج واعداد واخراج ومحررين ورئيس تحرير الناس دي كلها مش موجودة فالخوف بيمنعك من انت بتوصل الخوف من النتائج الخوف من انت تخرج من دائرة الرحة بتاعتك الخوف ان انت يعني انخوف ان انت تعمل حاجات صعبة عليك الخوف ان انت تفشل الاشياء الرائعة او الحلوة اللي في حياتنا بتحصل لما بنخرج من منطقة الرحة بتاعتنا اللي هي comfort zone بتاعتنا لما الاقوازات دي بتحصل لما بنروح في حاجة راسكي عمر ما شخص هينجح هو ما بياخدش راسك هو ما بيعملش حاجات صعبة منتها تفضل طوح حياتك قاعد كده ثابت في مكانك ما بتتحركش في comfort zone بتاعتك او منطقة السبات بتاعتك ومنطقة الرحة بتاعتك مش هتوصل لاي حاجة بالعكس هتفشل والله يصدقوني يا جماعة واتفقوا فيا طيب رابع نقطة هي استحقاقك للحاجة استحقاقك للامنية في ناس بتحس ان بتستقطر الحاجة اللي هم او الامنية بتاعتهم عليه ويقولك لا 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 ما اقدرش اعمل كلام ده انا ممكناتي ضعيفة انا مش حلوة انا عمري الموضوع صعب انا مش هنجح بيستقطروا عن نفسهم النجاح بيستقطروا عن نفسهم البركة بيستقطروا عن نفسهم الفلوس الشهرة البركة الخير فالناس دي بيبقوا شايفين ممكن يقولك انا كنت شخص سيء جدا في حياتي انا ظلمت ناس كثير جدا انا شخص وجعت ناس كثير انا صعب ان انا وصل لحاجات دي لان ربنا هنتقم مني فاستحال اكون انا الخير الكتير اللي جايلي ده انا استحقه فبالتالي هم شايفين ان هم لا يستحقوا او هو مر بظروف سيئة كتير جدا عودته ان هم لا عمره ما هيكبر هو اصلا فاشل او هو هو شخص غبي شايف ناسه مش ناجح شايف ناسه ما بيعرفش حقه اللي هو عايزه فالاستحقاق او عدم الاستحقاق دي حاجة بتمنعك من ان انت تحقق كل حاجة ام ام انت عايزها طيب ايه الحاجة برضه الخامسة الحاجة الخامسة هو عدم قدرتك على ان انت تبتعد عن الحاجات المريحة في حياتك يعني ان انت مثلا ايه ان انت تتفرض في الحاجات اللي انت بتحبها يعني عشان تقدر تنجح عشان تقدر توقع امنيتك في حاجات انت بتحبها في حياتك لازم تضحي بيها ولازم تستهنعنها زي وقتك مع عائلتك زي نومك زي يخرجوتك فسحك لعبك راختك ان انت تتخلي على عادات قديمة بالنسبة لك مريحة علشان توصل لهدفك ما انت مش هتفضل بقى بتعمل كل حاجة حلوة يعني الاجتهاد بيحتاج احيانا تعب فبالتالي ان انت تفرط في العادات اللي انت اللي انت مش يعني عادات مريحة بقى اللواء مساء بحب نام متأخر بقى يعني انا بحب نام بادري واصحى متأخر يعني اخر كل ويكين مع صحابي ألعب مش عارفة فين وبقى عندي رياضة فين وحاجات كده فلازم هتضحب عادات مريحة وعزيزة عليك جدا عشان تقدر توصل للي انت عايزه صدقوني يا جماعة هي دي الحاجات اللي بتمنعك من ان انت تتوصل لهدفك وان انت تتحقق هدفك انا بسمع بيجي المسجز كتير قوي من شباب محبطين قوي يا جماعة بيقولوا لي انت مشهورة وازاي عملتي كده على السوشال ميديا محدش عارف بداياتي انا برضو بداياتي ما كانتش سهلة على فكرة يعني انا كانت فكرة ان انا اطلع السوشال ميديا وانا لها وضع اكتماعي معاني دي كتفكرة شايفاها بالنسبالي مهينة او شايفاها مش هقول مهينة بس انا كنت بتكسب مسلا انا على فكرة من احد الحاجات اللي انا تحددت خوفي فان منها انا برج العزرق على فكرة وانتو بتابعوني على الابراج فبرج العزرق معروف ان هو برج خجول انا بتكسب جدا فان انا كنت اعمل فيديو حد يجي شوفني يقولي ايه ده انا شوفتك انا لحد هزي اللحظة من الحاجات اللي بتخليني خجولة جدا ان انا قابل حد تتكلم معي قولي انا بتابعك وبحب الفيديو بتاعتك انا بتكسب ارد على فكرة ممكن الناس تعتبرني مغرورة او يشوفوني مغرورة عشان انا كلامي قليل مع الناس المعرفهاش فبالتالي مش بعرف اخو الودي في الكلام كتير يعني فجماعة يعني بجد الحاجات اللي انا قلتها دي ركزوا بيها هي دي بتمنعك من انت تتحقق هدفك بتمنعك من انت تتغير انا بشوف بسمع كلام ناجتف كتير جدا خليكو بوزيتب خليكو ايجابيين انا مش عايزة حد يجيو لي انا الظروفي صعبة وازاي انا شخص انا عايزة اقول لكم ان اشهر المشاهير اللي في العالم خرجوا من اصعب الظروف انا بدائما بحط كريستيان عشان انا من الان عندي ادكشن لكريستيان ورونالدو يا جماعة كريستيان ورونالدو شوفوا ظروفه ده ما كان بيحكي ان بابا كان مدمن كحال الكحال مامتو ما معهاش فلوس ان هي تشتري له اليونيفورم ان هو يروح يلعب يعني كان فيه اوقات ما بيلعبش عشان ما عندهوش يونيفورم مثلا مين تاني محمد رمضان انا برضو عندي تخفوظات عليه يعني بس انا بجوفه برضو شخص بدأ من تحت الصفر يعني شيرين عبدالواهب برضو من الناس اللي كان عندها ظروف كتير جدا رؤساء دول بدأوا بدأوا من تحت الصفر يعني بس قدروا ان هم يقدروا يحققوا اللي هم عايزين وقدروا يوصلوا لحاجات كتير جدا انا لسه كتبكر له النهاردة مع حد انا من عشق امير كرارة انا بحب امير كرارة جدا هو بورج الميزان امير كرارة كتبتفرج على الفيلم اللي هو اسمه زكي شين زكي شين ده فيلم جماعة نتو بتعرفوش لو عشان لو حد انها مش ماصر بيتفرج عليها ده كان بطورة احمد حلمي وياسمين عبدالعزيز اتنين سوبر ستارز كان امير كرارة عمل دور سنوي اللي هو مثلا بيكراش على او بيحب ياسمين عبدالعزيز وهي مش معجبة بيه او هو كان يعني انا شفت الدور كان دور بسيط جدا اكيد امير كرارة هو بعمل الدور ده انا متأكدة يمكن في يوم اللي هم عمل معنا الانتروفيو اسأله اللي هو انت اكيد كنت شايف نفسك وعارف ان انت هتبقى ستار ونجم في يوم الايام المسلسل بتاعك اللي هو مثلا مسلسل الاختيار ده تنافس مع مسلسل ياسمين عبدالعزيز واحمد حلمي كل الناس اللي هي بتبتدي صغيرة بتبتدي من تحت ديت وشايفين نفسهم عارفين هما يستحقوا النجاح بيشتغلوا على نفسهم بيستمروا بيتعبوا مفيش حد هينجح وهو ما بيستمرش اصلا انا بشوف ناس كثيرة وبتزهق بتزهق لأ خلاص الموضوع المستحيل مش حاجة اسم الموضوع المستحيل مش حاجة بتجي بالسهل وانت بتقعدش اعب متانح كده ومستاني كل الظروف تتغير ويحصل ups and downs والدولة تتبلور عشان خطرك انت اللي تغير الدولة وانت اللي تغير وتحرق الاقتصاد وانت اللي تعمل الاقتصاد جديد ما تستنيش ان التغيير هو لغيرك انت اللي غير الظروف اللي حواليك ما تكونش انت لعبة بسيطة كده بيتلاعب بيها انت اللي تبتدي بشكركم انا اتمنى الفيديو يكون عجبكم عارفة انا بتكلم كثير جدا انا بحبكو قوي 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 يا جماعة وبحس ان انا يعني بجذبها بقى سعيدة اولا محد يقول انت مصدر طاقة ايجابية ليا مش عارف في حد بيقول انت عاملة يا جماعة والله يخدودي انا انا بتخنانة خلاص بحس انتش عارض متعقدونيش بقى هخس هعافر ايوا هعافر شكرا بحبكو جدا بليز تعملوا شعر كتير لاي حد محتاج يسمع الكلام ده عايزين نوصل للفيديو ده احنا في فيديو عملته وصل لعشرين مليون انا عايز الفيديو ده يوصل لخمسين مليون فيو وخمسين مليون لايك تانكيو تابعوني على السوشيال ميديا وولولي تحت ايه اكتر الحاجات اللي انت بتعتقد ان هي منعتك من تحقيق احلامك او انت ايه الحاجات اللي انت بتشوفها ان هي بتمنعك من انت تتحقق ونيتك وتوصل لاحلامك تانكيو بحبكو اوي 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 باي باي مع السلامة وستنى رأيكو تحت في الكومنت ومتنسوش تابعوني على كل السوشيال ميديا